وصلت وزارة النقل ممثلة في الهيئة قومية للإنفاق التصدي للشائعات التي تم تداولها بشأن مشروعات الهيئة المختلفة حيث أصدرت الهيئة بياناً إعلامياً مدعماً بتصوير جوي لقطار المونوريل خلال تجارب التشجيل التجريبي التي يتم تنفيذها حالياً من مركز السيطرة والتحكم بالعاصمة حتى محطة الفنون والثقافة وذلك عند عبور القطار لنقطة التقاء مشروعي مونوريل شرق النيل والقطار الكهربائي LRT الخفيف في العاصمة الإدارية الجديدة ويأتي ذلك كرد عملية لما تم نشه من ادعاءات وأكاذيب عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص هدم جزء من أحد مشروعي مونوريل شرق النيل والقطار الكهربائي الخفيف وتغيير ارتفاعه عند نقطة التقائهما في العاصمة الإدارية الجديدة حيث ادعى الخبر وقوع المشروعين في مستوى واحد وأشار بيان الهيئة إلى أن مثل هذه الأخبار المغلوطة تهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة وأن كافة المشروعات يتم تنفيذها طبقاً لأعلى المواصفات العالمية مع مراعاة كافة مسارات المشروعات الأخرى